سابتنا أبو جبل صعبت عليك نفسك لما رجعت تاني بديل الشناوي في السنغال موطشين السنغال لا ما بفكرش بالطريقة دي أنا في منتخب مصر أنا فرض جوة المجموعة وإحنا كلنا عائلة واحدة أي حد يلعب أو أي حد يكون موجود أهم حاجة يقدوا دوره وأهم حاجة كان بالنسبة لنا منتخب مصر يكون موجود فين؟ يعني بالنسبة لنا داخلين موطشين السنغال كان بالنسبة لنا صعود كسعالم فكنا محتاجين أي حد يكون موجود كان نفسينا نسعد كسعالم ويمكن فترة صعبة جدا الواحد يمكن لسه بيعاني منها لحد الوقت من الضغوطات ومن الحلم اللي احنا حلمناه والناس وعايزيننا فرح الناس كلها وما قدرناش دي حاجة صعبة جدا وحاجة كبيرة علينا لكن إن شاء الله إن شاء الله نعوض في اللي جاي إن شاء الله بعد مطش السنغال الأخير اتقال إن صلاح لمح لفكرة الأتزال الدولي وقال لكم إنه مش عارف هيلعب معاكوا تاني ولا لأ دا كان انفعال لحظي ولا قال لكم حاجة بينكم وبينه كده لا يمكن صلاح شخصية جميلة جدا صلاح يامد دا لمصر ودن المنتخب كتير جدا